السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقالوا وسهلا بكم في حلقة جديدة خاصة من فيلم جامد ومنقشة الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والاخير من مسلسل جيموف ترونز في البداية عاوز اقول لحضراتكم كل سنة وانتو طيبين النهاردة اول يوم في رمضان يا رب ان شاء الله كل ايامكم سعيدة وعاوز اقول لكم تستنونا ان شاء الله في برنامج رمضان واشياء في موسمه الثالث لو حصل يعني لو القنوات والمواقع والحاجات الزريفة ده اتسمحت لنا ان احنا نشوف المسلسلات يعني لان هما يبدو ان هما السنة دي عاملين حفل عديق كده من غير مخرجين ومن غير ممثلين ومن غير شركات انتاج ومن غير القنوات ومن غير مواقع ومن غير مشاهدين حاجة كده ايه بعيدا عن اعين الصحافة والجمهور والحاجات دي كلها يعني المهم حنشوف الحوار ده كله يعني التاني حاجة عاوز اقولها انا مش متأكد ان حيبقى فيه لايف على فيسبوك الليلة لمناقشة الحلقة دي ولا منقشة منقشتي للحلقة دي او انطبعاتي عن الحلقة دي لان الوقت في رمضان لسه مش متزبط النهاردة لسه واحد رمضان اتصور ان الناس كتير معزومة وناس كتير عزمة لو استننا متأخر شوية حنخش في المتش بتاع منشستر سيتي لو بدري شوية طبعا الناس مش هتبقى متاحة وكلام زي ده فمش متأكد خلونا ايه نشوفها كده بظروفها ولكن ما حدش يزبط نوعيده قوي على ان الحلقة الليلة ان شاء الله يعني وخلونا نخش في الحلقة على طول حلقة النهاردة كما توقعنا بالزبط ويمكن تكون دي اكتر حاجة محبطة فيها انها كما توقعنا بالزبط من قبل ما نشوف اي حاجة في الموسم انت لو بصيت على الموسم من حلقته من بره عرفت مين بيخرج اني حلقة او الحلقة زمانها كام حتعرف الدنيا هتمشي ازاي النهاردة كان تمهيل اللي ممكن يحصل في الحلقة الجاية والمتوقع بشكل كبير ان هو يكون فيه اشتباك ويكون فيه اكشن ويكون فيه معركة وكلام زي ده بشكل عام الحلقة طبعا احنا بنقول زي ما توقعنا زي ما توقعنا حلقة تعتبر هادية في اغلب احداثها درامية بتبني للجاي الحلقة بشكل عام مش قادر اقول عليها وحشة ولكن هقول بمنتهى التأكد انها اقل حلقة في الموسم حتى الان على الاقل في رأيي الشخصي يعني مش لان كل احداثها وحشة هي فيها احداث الحقيقة انا ممكن اقول عليها وحشة ولكن مفيش حدث فيها تقريبا وحعدي عليهم دلوقتي ونعود نقول انطبعاتنا يعني خالي من العيوب خالي من المشاكل خالي من الحاجة اللي تخليك تقول طيب هو ما كانش ينفع نعملها بالطريقة الفلانية او نعمل حاجة تانية خالص او حاجة زي كده دي مشكلتي في الموضوع مشكلتي ان كل مشهد في الحلقة مش قادر اخبي عيني عن عيوبه لدرجة العيب اللي الناس شايرته بتاع ان كان فيه كوباية قهوة ستارباكس موجودة قدام دينارس في وينترفيل في محرور المشاهد انا شفت الحلقة مرة واحدة ما شفتش المشهد ده بس الناس عملت شايره بشكل واسع فاعتقد ان هو مش غلط يعني مش متلفق مش فوتوشوب زي ما بنقول يعني المهم اه الحلقة بدأت بالجنازة بتاعت الناس اللي ماتت في الحرب في المواجهة بتاعت الوايت ووكرز والجيش بتاعهم وبعدين دخلنا في حتة جندري جندري كان عاوز يروح لاريا دينارس وقفته ادت له عضماية من الاخر اللي هي ان هو حيبقى الحاكم بتاع دي ايه دي اصلا دي بعد اكتوبر يجيب عشرين كيلو مين عاوز يروح يقعد هناك ازازا يعني يعني ما عرفش النقطة اللي ممكن نقف عندها في الحيطة دي شوية هي انك كنت متوقع ان جندري حيبقى له كليم اقوى من كده لغاية من اسبوع كنا بنتكلم في انه احد المتنفسين واحد الاحقق بموضوع العرش والكلام ده كله والبناء اللي تم حواليه ممكن يمهد لحاجة اكبر من كده شوية فده التعليق السلب اللي عندي في الموضوع ده اللي بعده على طول جندري راح لاريا وقال لها يلا بقى نروح نقعد هناك ونقسس اسرة ونعمل مزرعة وبتاع معرفش مين مش عارف هو جندري لغاية دلوقتي برضو مش فاهم اريا بتفكر ازاي وعايزة تبقى ايه والكلام ده كله ده من جانب من جانب اخر لو هي بتحبه وشايفة ان فيه فرصة لحاجة زي كده طب ماشي ما تبقيش يا ستي الليدي بتاعت ستورم زند ما تبقيش الليدي بتاعت المزرعة ولكن نشوف حلي يعني تعال يا ستي بقانكي المستر بتاع ستورم زند وانا هنزلقى في محل الحدات ليه الدنيا لازم تقف بالحوار الشاعري ده اللي ممكن يكون منفصل شوية عن المنطق في ان احنا ناخد وندي مع بعض نشوف حلي يعني الجانب اللي كان اقوى شوية او افضل شوية على مستوى الدرامي والغاية دلوقتي منسوب للصراع اللي تبانى في اول حلقة والا انا شايف ان هو كان زكي من المسلسل وقرار جايد جدا ان احنا نبني صراع جديد في بداية الموسم الاخير وهو موقف دينارس من جون وموقف الشمال كله من دينارس وموقف الرعاية اللي حوالين دينارس كلهم منها لانها ابتدت تلعب الكارت الاناني كتير قوي وده بقى ملحوظ قوي وفيزبل جدا لكل الناس اللي حواليها ففي الاحتفال الاخير بتريد تشوف الموضوع من منزور دينارس شوية وتبتريد تتفاهم ان اللي هي فيه دوت ممكن يكون مش افضل حاجة في الدنيا خصوصا ان هو بيتفاقم مع تقدم الحلقة زي ما حنشوف او زي ما حضرتكم شفته الحلقة دي مليه نحرق يا جماعة عسكوتو مش الحلقة دي مليه نحرق هو تكونوا وبتتفرجوا على اساس يلا معلين ان الوضوع بيتفاقم بعد كده بس هو بدأ من الاول من حتة اه هما في الاخر بعد الانتصار اللي هي تعتبر عنصر مهم جدا فيه وهي اللي انقذت حياتهم والكلام ده كله جون تلم على الوايلد لينكز والاتنين لانسترز قاعدين يشربوا ويلعبوا ومعرفش مين راح لي مين وكله تلم على بعضه ودي تثابت في الاوانتة كده يعني فهتحس انها كانت قاعدة في الفراغ الصعيب اللي فيها ده فبتريد تشوف الدنيا من منزورها شوية اه هي في الاخر بتعمل كل حاجة لكل الناس ولكن لما بتيجي في الاخر لحظة التكريم اه حاضر حضرتك نمديلك على الورق انا اعمل لك اللي انت عايزها بس تكلي على الله انت لا قريبتنا ولا صاحبتنا ولا اختنا ولا بتاع فتحس ان هما ايه نكرين جميل سيكا في الحتة دي يعني ده مش قصدي فيه ان انا انفي او استبعد ان دينارس تكونها الجيني في حتة انانية وفي حتة شر وكل حاجة في الدنيا بكونها مبررة ده شيء كويس يعني بتاعه وبتاع نقطة لقاءه كلامه مع دينارس حوالين الموضوع ده مدايقتنيش رغم ان انا كنت اتمنى ان جون يشهد تطور وانه يبين ان هو عنده بعض الاطمع في المنصب ده او انه هو مش شايف المانع بصراحة يعني ولكن هو قال لا انا مش عايز انتي الكوين بتاعتي والبطيخ ده كله قالت له ما تقولش لحد عشان لو قلت لحد مش حيبقى سر تالتة ابتدائية يا جماعة اللي هو نظام قوله والله العظيمة حتقول لحد يعني مش ممكن وهو قال لها لازم اقول لسانزا وقاريا قالت له هم حيقولوا طال عندها حق وهو راح قال لهم وقلوا والله العظيمة حقول لحد وقلوها كل اعلى بعدها مرة واحدة ايه لعب العيل ده وبعدين في المشهد اللي بعده على طول سانزا راح اتقالت لتيرين واسف برضو لقى بغلط في الاسماء يا جماعة الحلقة دي من غير من غير تحضير من غير بتاع دي حلقة انطباعية فحتلقوني بقول اسماء غلط زي في الحلقة اللي فتت لما قلت ليانا ستاركو بتاع انا ممكن دلوقتي يكون قلت دينرس ما كان سانزا معلش انتو فاهمين يعني الحوار راحت على طول قالت لتيرين وقلت له والله تقوله والله العظيمة اقول لحد راح رايح اقل الفارس وقال له تقوله والله العظيمة اقول لحد ايه شغلة التالتة ابتدائي ده قالك احنا كده تمانية فاضلنا تلاتة ونروح نجيب حق اديوء ايه يا جماعة ايه يا جماعة ايه الهزار ده يا جماعة احنا مش قصد اقوله ان الموضوع دايقني لدرجة الانفعال بس حسيت ان احنا نزلنا في في مستوى احترام زكاء الشخصيات ديت لدرجة تحت الحضانة يعني مدخلتش دماغي خالص موضوع السر العمالي انتشر ويتصرب ويستمر ويستمر ده وبتاع الجزء الهزلي تاني جدا الوراء على طول مواجهة برون واتفاجئت من ان من بعض الانطباعات النقدية يعني الناس عجبهم قوي المشهد ده المشهد كان حلوة على مستوى الحوار ولكن هوبا برون دخل بوينترفيل بنفس البتاعه لمسكو من ساعته غريبا ما سابوش من ايده في يوم التصوير يعني الممثل فضل مسكو خرج من السد ده دخل السد ده عامل المسرحية العمالة ده اتتقل على الله المشهد كتابيا مش وحش بس المفردات بتاعته والظروف بتاعته والاحداث بتاعته ايه يا جماعة لهزلي ده برضو احنا كنا عاديين بنفرد له مساحات في النقاشات اللايف اللي بنعملها برون حيعمل ايه ترى قراره حيبقى عمل ازاي ده غالبا حيظهر في اخر حلقة او حيبقى عنصر حاسم لا احد المواجهات في البتاع ما عرفش مين برون اتصرف تصرف منطقي جيمي اتصرف تصرف منطقي تيرين اتصرف تصرف منطقي بس الدنيا كلها تتلم في الكابسولة اللي انت عملتها لي دي ما دخلتش دماغي بصراحة يعني انا مش عارف الناس لو كانت بتشتكي السنة الحلقة اللي فاتت من المصير بتاع النايت كينج واللي عاديين بنجيله بقى لنا معرفش قد ايه ومع ذلك انا عمال اقول انهم على الاقل تدلوا حلقة بحلقة يعني الراجل برضو سيطر حبة حلوين يعني وحاولنا نقتلك خمسمائة طريقة مفيش فايدة يعني وفي الاخر مات والناس احبطت امال اللي حصل في الحلقة دي موقفكم منه ايه انا مش فاهم يعني هو وصل لتحت المرحلة اللي انا شخصيا ما بقيتش قادر انكر وجودها يعني ما عجبنيش الموضوع ده وبعدين لما جينا نحضر المسيرة بتاعة كينجز لاندينج الجيش اللي تعبان المتهان اللي طالع عينه ده واللي مع ذلك هي مصممة تروح تحارب بيه بتفكرنا بالاخ ستانس الله يرحمه او الله اعلم اللي حصل له يعني مع لنا حصل شوية حاجات انا شايف ان هي ملأمة اكتر من اللازم للبناء الدرامي بتاع المواجهات اللي جاية منها ان جون ما يركبش التنين بدون اسباب واضحة قوي لدرجة انه توربون شخصيا انا قال له انت عمل زي ما تكون برغوتين بيفطروا مع بعض وبيعملوا حاجات وبتاع ما عرفش مين ايه لو ركبت عليه اللي حيحصل يعني عرفنا بعد كده اعلم والله يا مش عايز احلف يعني واقول ان انا برينس وجامد ومعرفش مين بس انا توقعتها بالتنين اللي هو كان المفروض يركبه ده حيتضرب في الجو يا كيب دمه يعني فدي ملأمة اكتر من اللازم النقطة التانية جييمي ان هو يقعد وبعدين يرجع تاني وانت رايح ابتريت بقى حوليه علامة استفهام هو رايح عشان يوقف مع سرسي ده دينارس ولا رايح علشان يقضي على دينارس ويحقق النبوءة بتاعته مرة اخرى بتاعت بعيدا عن النبوءة بتاعت العرفات والكلام ده بس الفكرة الاساعة بتاعتنا هو كينج سلاير هو الشخص اللي ممكن يخش ياخد قرار ما فيهوش شرف ولكن ينقذ ارواح فهو رايح يقتل سرسي ولا رايح يقف مع سرسي ولا رايح يخون دينارس ولا رايح يقف مع دينارس بعيدا عن المؤاشرة اللي هو قالها ما تعتبروش نهية نهائية يعني ممكن يكون فعلا اللي هو قاله هو اللي حيعمله بس ده مش اكيد فكرة جييمي مع بريان معلش نرجع خطوة الورا اصلا ما دايقتنيش دي من الحاجات الكويسة ولكن شايف فيها برضو بعض النقاط اللي مش عارف انا كان عجبني اكتر والعلاقة دي ايمة في الاساس على مفردات مفردات الشرف مفردات الاحترام المتبادل واني كنت متوقع ان الجزء العاطفي ده حيروح لتورموند بمنتهى الامانة ولكن تورموند خد الصبونة يعني وتقبلها بحتة ما عجبتنيش يعني ليه يا معل ما تحارب شوية ما تعاند شوية ما تعافر شوية وبعدين هو دي نهاية الكاركتر ارك بتاع تورموند ازعل بصراحة ازعل جدا خلاص هو استسلم واخد الوايد لينكز وحيروحوا يزرعوا بعد كاسل بلاك وعايزين مساح عشان يعودوا يرمحوا فيها زي ما هو قال وبتاع وهو قال ان احنا غالبا مش لازم تكون ده الوداع وممكن نشوف بعض بعد كده وهو بيودع جون يعني بس مش عارف لو دي نهاية الكاركتر دراميا ايما على حلها ده مش حقدر اقول ان فيها عيوب يعني ولكن مش مرضية لشخصية بتدت تكتسب وزن مع الاحداث وفي ناس كتير بقوا من من محبيها والكلام ده وتفويست قوي او منتشر جدا ومعلن جدا من خلال السوشال ميديا وانا من محبي تورموند لان انكر يعني حتندامي يا بريان حتندامي اريا ان ده هوند بعد ما المسرحية بتاعت السر دي برضو الحاجات اللي حصلت فيه وبتاع اريا برضو رايحة علشان تموت سرسي غالبا مع ده هوند اللي رايح يموت اخوه على ما يبدو برضو روت ريب ده ما خفيف وحاجات زي كده ما عنديش تحفظ على الحتة دي الا مدى تخلي اريا عن الحياة يعني هيا قلت انا رايحة وغالبا مش راجعة تاني انتي لسه صغنانة وكويسة ولسه عاملة بطولة حربية قوية وبتاع ما عرفش مين ونينجا زي ما انا هتفت الحلقة اللي فاتت طيب ليه ما يبقاش مخططك انك تموت يا سرسي وتطلعي زي الشارة من العجينة يعني مش عارف بس دي معليش فيها تحفظ كبير او وبعد ما مشينا من وينترفيل بعد ما انا بتصراحة بتدت يعني خلاص كفاية وينترفيل تحركنا عملنا ستوباية صغيرة في دراجون ستون اللي حصل فيها الضرب اولا التنفيذ بتاع استخدام السلاح بتاع كيبرن ده حلوة اوي عجبني جدا السهم نفسه بالفعالية بتاعته بحجمه بتصميمه بانتشاره باستخدامه حربيا تحس انه هو اداة كويسة عندي تحفظ واحد بس على المشهد القتل بتاع ريجال ده انتو ليه برضو للمرة المليون ما بتروحوش لدروجون انا انا شفت الحلقة مرة واحدة بس ما لاحظتش تشوفها تاني فانا شكك في انهم حاولوا مرة على دروجون ومرة في ريجال بتاعت رجال جات وبتاعت دروجون ما جاتش فقالت نركز معه مش شاري اوي برضو ده التاني هي ركبة عليه يعني حتى لو انت ضربت واحدة في ريجال وجات يا عم مركز ضربك كله على دروجون علشان هي دي اللي عليه دينارس دينارس رحت علشان تضربهم هددوا ان هم يضربوها او على وشك ان هم يضربوها فحودت اشتريتها بلغم ان انا كنت بتفرج مع مراتي مراتي ما اشتريتهاش مسلا بس انا اشتريتها ما عنديش مانع فيها عشان تعرفوا ان انا راجل طيب وماود ومش قاعد واقف لهم على الواحدة يعني المهم خلصنا من الموضوع ده رحنا بعد كده للنقطة السرسي بتؤكد فيها على نيتها بانها تنسب الطفل ده اليورون على اساس ان يورون ده حاجة تشرف قوي وهي بتبص لها من ناحية الالايز ودي عدت فوق دماغي بمنتهى الامانة يعني انا توقعت ان هي رضيت انها تنم معا من منطلق الشهوة بتاعها يعني لأ طلع برضو عندها تخطيط سياسي وكلام زي ده بقيت صعبة قوي يا اختي سرسي بس عموما احنا لما رحنا لسرسي انا حسيت بشوية غربة في الاحداث لاننا قضينا وقت طويل جدا في وينترفيل وبعيدا عن سرسي زي ما تكون خط كده ترامع على جنب وبعدين رجعنا سحبنا من مطرح مكان واقف وملقناش عنده اي حاجة جديدة فبرضو درامعين انا معرفش ليه في الحلقات اللي فاتت ما نوعناش ما رحناش وجينا ما عملناش فواصل زي دي الدنيا ما كانتش هيتة ده قوي للدرجة يعني وبعدين دخلنا للموقف اللي كانوا فيه بتاع الحصار ده مثلا دي اتصحبت خطفوها في الهجوم بتاع التنانين واستبقوصهم ده وبتاع وبعدين بقى فيه ما يبدو انه هو نقاش او مفاوضات او كلام زي ده وبعدين بنخش في الاستوان المشروخ تيرين وفارس مش عايزين يدمروا البلد مش عايزين يموتوا الناس هم عارفين اكتر من اي حد في الدنيا انهم هم بيتعاملوا مع سيرسي سيرسي لان تتوانى لثانية واحدة ان هي تدمر كل حاجة وتولع في كل حاجة عشان فطر مصلحتها دينارس مدركة ده دينارس تقولهم ده يطراحوا عليها اختيار تاني والنتاياك تبقى زي الزفت للمرة الكامية يا جماعة انا معدتش انا بطلت عد يا جيمي بصراحة من كتر ما تعبت من المشهد ده يعني ما استوانى مشروخ قاوي وبعدين ترجع تزعل منهم وتقولهم انتو مش مفيدين في حاجة انا اللي حروح في ده هي بسببك وبعدين حد تاني يجي يكلمها ويقول لها لأ دول كويسين وطيبين وخايفين عليك هي بيني وبينك هو وضع معقد شوية بس طب ما تشوفوا حل في ام سيرسي دي ما هي الازمة كلها انها مش هتلعب فار مهما عملته مش هتلعب لعب اهدل مهما لفته ومهما دورته طيب ليه دراميا نقعد نلف وندور في نفس الدائرة داية للأبد الجانب الحلو اللي فيها بعيدا عن ان تيرين مستر المشهد اللي كان بيكلم فيه سيرسي بشكل كويس والحوار بتاعه ما كانش سيء ولكن كان غريب انت برضو لاست ما تعرفاش وبعدين مين اللي قال ان هي حكمها انتهى عشان برون قال كده في مشهد بقابلها شوية فاحنا صدقنا يعني لانا شايفين الدنيا متساوية وعارفين كويس جدا ان هم عاديين بيحضروا للحرب دول بقالهم فترة ده اين لم يكن هم اللي متفوقين كمان يعني بالجيش اللي عندهم بالموال ده كل بقى برضو موال كبير قوي عشان في الاخر يموت لك مساندي ارقضي في سلام يا بشاندي يعني بس برضو عايز يبلع حالك زي ما تكون لحظة كبيرة بالعافية اللي هو انزام عاوز تموت حد مهم عاوز تموت حد مهم انت بقى لك كتير مشوفتاش حد مهم بيموت عاوز تموت حد مهم طيب اه دي مساندي دي وانت قاعد بقى اه 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 ايه مساندي ماشي انا ما عنديش مشاكل مع مساندي بس هل ده الوزن البتاعها يعني في الاخر هي دي الموت الموت الكبير بتاع الحلقة دي بتاع كم حلقة دول مش عارفه الجانب الايجابي بتاع الموضوع ده هو الصراع اللي بدأ ينشب ما بين فارس وما بين تيرين بتاع طب ما هو جون كويس وابن ناس ومؤدب وحل وفعلا مش مجنون وجيناتو ما فيهاش حاجة ضربة وبتاع تيرين عاوز يجوزهم فارس شايف ان على ما يبدو جون احق على ما يبدو يعني الواحد فعلا اللي هو بيفكر في الريلم والكلام ده كله وانا ما بسحبش رهاني على ان فارس خاين برضو ولسه عند كلمتي بان في الامور امور يعني لمجرد ان انا ما عادش ينفع اتراجع مش علشان انا بقيت مؤمن بي اكتر من اللازم ما عنديش دلائل انا بس يعني ايه رمدت ورائي مش هسحابوا دلوقتي خلاص انا رجل زو كلمة واحدة يعني وبتاقي اه فسابوا الدنيا دا في حتة مبهمة شوية او حواليها علامات استفهم الموقف بتاع الالتين هيبقى عاملة ازاي موقف ديناريس منهم هتبقى عاملة ازاي بعد ما ممكن يكونوا تسببوا في موت مساندي بشكل او باخر لو هي حورتها برضو بالجنات المجنونة اللي ضربة في دماغها دا ممكن توصل لنفس النتيجة دي ومش هتبقى غريبة قوي لو وصلت لها برضو يعني ومنتظرين في الحلقة الجاية الدريكارس اللي المسان دي تنبأت بيه او امرته او طلبته انه خلاص احنا ندخلين على مجزرة المفروض فهل الاروقة السياسية شيللنا مفاجأة ممكن تجنبنا المجزرة دي ولا المجزرة دي هتحصل يعني هتحصل لقد اندنيرس بقت على اخرها خلاص موقفها من معاونيها حيبقى عامل ازاي موقف معاونيها منها حيبقى عامل ازاي لما جون يوصل ويبتدي فارس يزقف الاجندة بتاعته اللي ممكن يحصل من وراء الموضوع ده جيمي جاي يعمل ايه اريه هتنجح في اللي هي جاية له ولا لأ حلو حلو ده كله بناء جيد جدا للأحداث اللي جاية متغيرات كتيرة قوي نتيجتها مش متضايق منها طريقة الوصول ليها مرة اخرى مش افضل حاجة في الدنيا شبهة الكثير والكثير من التصرع المرة دي لدرجة التصرع موجود معنا من اول الموسم وانا كنت متوقعه عشان كده كنت متقبله بشكل كبير لان انا عارف ان الموسم بيقفل فلازم نلملم خطوطنا بشكل زي ده بس انت دلوقتي بتثبت ان انت ما كنتش قد تفتيح الخطوط ده من البداية لدرجة ان التصرع يوصل ان برون يخش القوضة يقول كلمتين ويعمل ده ده وبعدين يخرج وخلاص كده برون بقى انا فاهمين هيعمل ايه مش اعظم حاجة في الدنيا ولا يرتقل المستوى اللي كنا نحبه عشان انا كنت متوقع حاجات زي دي درجة احباطي مش كبيرة جدا ولكن رأيي في ان الحلقة دي هي اقل حلقة في الموسم ده حتى الان وليست اسوأ حلقة في المسلسل كله زي ما بنحب دايما نطلق التصرحات المطلقة المرعبة دي اسوأ حلقة في كل حاجات في حلقات كانت اصعب من ده بكتير في حلقة ما حصلتش فيها اي حاجة خالص ده انطباعي وده رأيي اهم منهم طبعا انطباعكم ورأيكم ياريت تشاركو بي في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المساهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان طيبكم الحلقات اول باول وطابعوني على فيسبوك وتويتر واي باي